أول ما قامت الثورة في مصر كنت موجود كنت في القاهرة في القاهرة ودعيت وكلمات معنا بعض الإخوة ومنهم الأخي سلمان العودة وكنا نازلين في فندق المريديان وبدأت الثورة تبدأ نيجي في عند العصر وبعد قبيل العصر نلتقي الشوارع مغلقة ندخل نقفلين الشارع البوليس شارع مغلق مغلق فين عما ذهبنا إلى قرب الفندق عند ميدان التحريض وجدنا مدخل وقابلنا الشباب وجم يجروا علي أتفكروا على الله أتفكروا على الله أتفكروا على الله أتفكروا على الحقوق التي لهم ولكن لا يجوز أن يستعملوا العنف ولا أن يكسروا شيء في المتاع وأن يحافظوا على النظام ويحافظوا على الأمن ولا يجوز للشرطة أن تطلق عليهم الرصاص هؤلاء ليس معهم للسلاح وليس معهم أي شيء يقاومون به إلا أيديهم وأنفسهم وألسنتهم